وندخل بقى مع حضراتكم على الصحافة الرياضية ندخل على الصحافة الرياضية وجريدة الجمهورية ومرسكنا العزيزة ماريم ساميح عشان نتبه أهم الأخبار وأكيد كمان نشوف الماضيات الخاصة بماضي اليوم أو بطولة اليوم انصح التعبير ومعها الأستاذ سامي الغرباوي الناقض الرياضي في جريدة الجمهورية يا ماريم صباح الخير عليك وطلعينا كده على آخر الأخبار إحنا سامعينك تفضل صباح الخير بصبح عليك يا نهواند وصبح عليك أكيد يا كريم بصبح على كل مشاهدي القناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة الجمهورية طبعا زي ما انت قلت يا نهواند يعني يمكن عنوان الأبرز اللي هيكون معنا وهو الأول هيكون عن لقاء الليلة طبعا ما بين الأهلي وبين الطلاقة في السوبر إن شاء الله بنتمنى كل التوفيق لفريقنا العظيم طبعا فريق النادي الأهلي وتكون بطولة جديدة بتضاف لدولة بطولات النادي الأهلي طبعا يعني العنوان الأول هيكون معنا من جريدة الأخبار الليلة الأهلي والطلاقة في تحدي السوبر ومن جريدة الأهرام الجهاز الفني المنتخب بيرفض الحديث عن الأزمات القديمة ومن جريدة الجمهورية صلاح احتياطي في كأس رابطة المحترفين والعنوان الأخير اللي هيكون معنا النهاردة من جريدة الشرق الأوسط فيفا يدعو للتحادات الوطنية لاجتماع من أجل كأس العالم كل سنتين طبعا هيشرفنا وينورنا للحديث وتحليل كل هذه العنوين الأستاذ حسام الغراباوي الناقد الرياضي بيجريدة الجمهورية طبعا بصبح على حارتك في البداية أستاذ حسام يمكن يعني العنوان الأبرز معنا النهاردة اللي عايزين يعني نتكلم فيه هو لقاء الليلة ما بين الأهلي والطلاقة طبعا في تحدي السوبر يمكن الأهلي النهاردة بيرفع شعار لا بديل عن الفوز كمان موسيماني يمكن حفز اللاعبين على إنهاء المباراة مبكرا ولكن كمان يعني هو وضع سينيريوهات كتير ولكن في المقام الأول هو اعتمد على الهجوم الضاخد من أول دقيقة بس يعني يمكن زي ما كمان قلنا مباراة أنه هو هيعتمد على سينيريوهات كتير منها يمكن ركلات الترجيح واللي احنا ما نتمنياش أن احنا يعني نوصل لها كمان الطلاق مستعد بشكل كبير جدا لأنه طبعا عارف أنه هيواجه ندي الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا احنا ان شاء الله نتمنى للفريق الأحمر أنه هو يفوز بإذن الله ويحقق اللقب الاثناشر للسوبر المحلي بعد 11 لقب من خلال 15 مشاركة من البطولة منذ انطلاقها في 2001 وطبعا أكيد أن موسيماني بيسعى بكل قوة أنه هو يحقق اللقب الخمسة اعتبر له مع الأهلي وهيبقى بعد جوزين حقق نفس اللقب أربع مرات متتلفة شيء طبيعي أنه هو عايز يخش نفس التاريخ ونفس الدولاب الحافل بالإنجازات مع الأهلي بعد حقق طبعا دور أبطال أفريقيا والسوبر والدوري قبل كده طبعا هو بيحاول أنه هو صالح طبعا جماري الأهلي بعد الدوري السنة دي ما كانش فيه نصيبه ولكن هو طبعا بيستعد بكوة كبيرة جدا من اللعبين وطبعا فريق متكامل جدا خاصة بعد طبعا إضافة كريم فؤاد ولويس مكسيوني المزنبيكو والتنين طبعا هيبقى إضافة كبيرة للأهلي طبعا بيرستاو هو طبعا دلوقتي تحت العلاج الكريم طبعا نجم موهوب وطبعا ظهير أيمن أنه هو وقع لأهلي خمس سنواته إن شاء الله سيستفادة كبيرة منه وطبعا نجم سيمبا التنزاني وقع لأهلي أربع سنواته ومستعد تماما لقياد الهجوم ولكن هيرجع طبعا اختياره من خلال مسلمينه هل هو محمد شريف أو هو طبعا ده يبقى حسب التشكيل وحسب مجريات المباراة هو ممكن ما يبدأش بيئة أو العكس أو ممكن لو يحتاجه في خلال سر المباراة حسب طبعا رؤية الجهاز الفني الأهلي طبعا بيسعب كل كهو طبعا وبرج العرب من الاستادات اللي هي والشاخير على الأهلي هتبقى لتالت مرة هللا أنه هو قبل كده فاز على إنبيو وعلى الزمالك وهو خد حصل على البطولة هتبقى دي تالت مرة ونلاقي إن البطولة دي تم إجراءها أو إقامتها في الأمراض أربع مرات الأهلي طبعا هو أكبر نادي حصل على اللقب طبعا جميع الأنديال اللي خدت ألقاب بعد كده يعني ما فيه غير أربع مرات بس الفليء المناسب المنافس وما فيه والمؤولين العرب وحرسوا الحدود كل واحد خد يعني بطولة واحدة أو لقب واحد الإسماعيلي والمصري كان مشاركاته وأكيد إن طلاعي الجيش مع كابتن دا الحميد باسيوني هيحاول إن هو ينافس الأهلي ولا كان أنا شايف طبعا الأهلي داخل بمتحفز بشكل قوي جدا محافظ على عرش بطولاته ونتمنى إن نشاهد مباراة قوية إن شاء الله طليق بتاريخ الأهلي وطلاعي الجيش إن شاء الله كل التفيل للفريقين إذن الله طبعا عايزين نتكلم كمان عن المنتخب يمكن بيعيش فترة ومرحلة صعبة جدا يعني كمان إن هو بيستعد لمواجهتين ليبيا يوم 9 و12 أكتوبر المقبل دا طبعا ضمن الجولتين التالتة وربعة من تصويات كاس العالم 20-22 يمكن رفض كارلوس كراش الحديث عن أي أزمات قديمة أو فتح ملفات يمكن حصلت وقت أو قبل ما هو يتولى المسئولية يعني حرارتك شايف دا زي خاصة أنه هو كمان يمكن كل وسائل علامة بتتكلم من بارحل أنه هو رفض أنه هو يعني يفرد أي عقوبات وقال إن كل الحرية للتحاد الكرة في فرض هذه العقوبة شيء طبيعي أي مدير فن جديد هو عايز أنا أي حد عاقل طبعا بيبقى بيلازم يقفل الصفحة القديمة تماما عشان أنا أتفرغ للجاي لأن إحنا لو تحدثنا ولو بكلمة واحدة عن أي شيء فات هيفتح ملفات ويفتح خلافات كتيرة جدا يعني هتضيع التركيز سواء للجهاز الفني سواء للعبين وكل جانب هيفكر يا طرق إلا هيحصل وطبعا شيء طبيعي هيأثر على الشرع المصري ومن ثم هيأثر بالسلب على إعداد الفريق للجولتين الهمتين أمام ليبيا فشيء طبيعي هو راجل طبعا أكيد مخاضرة معاقل جدا أنه هو يبتعد تماما عن فيما حدث فيما سبق وأن التجهيز تماما للمبراطين القديمتين وطبعا هو ده كل تركيز الجهاز الفني حالان دراسة المنتخب الليبي بحيث أن إحنا إن شاء الله نفوز عشان ما نخشش أو ندخل فيه يا طرق الفرق التانية إيه نتايجها إيه كد لا إحنا عايزين بإذن الله إن إحنا نتصدر المجموعة بإذن الله وطبعا هو طالب من الجهاز الفني إن إحنا نركز على إن إحنا نشوف اللعبين المحليين أو الدوليين أخبارهم إيه وإن الباب مفتوح أمام جميع أي لعب مصري في أي دوريات في الدنيا كلها التركيز عليه بحيث أنه هو باب مفتوح لو قدر أنه هو يظهر بشكل متميز يبقى إضافة كبيرة للمنتخب حتى كمان الحديث عن شارة الكابتن تم خلاص إن خلصنا محمد صلاح هو بإذن الله يكون الكابتن ودي الأول مرة بعيدا عن العمر السن للكابتن فريك كما كان معتاد وكل ده طبعا إتبالور من خلال طبعا الكابتن أحمد مجاهد وكان فيه اتفاق إن إحنا نغلق صفحة تماما السابقة وإن إحنا نركز فيه ما هو قبل لأنه بصراحة المباراتين القادمتين هتبقى في منتعى الأهمية بالنسبة لمصر وإن شاء الله إن إحنا نبارك للجهاز الفني بقيادة كروش على الفوز بهم إن شاء الله ومصر تتصدر من مجموعة إن شاء الله نكمل بإذن الله التأهل إن شاء الله ونشوف مصر في المنديهة بإذن الله لو هنتكلم بقى عن عنواننا التالت النهاردة عايزين نتكلم شوي عن ليفر بول وطبعا نجمنا النجمة محمد صلاح يمكن ليفر بول أدى بشكل رائع جدا سواء فيه طبعا الدوري الإنجليزي وكمان دوري أبطال أوروبا ولكن بقى يعني للتجاه دلوقتي أو الاستعدادات كلها يعني فيه كأس ربطة المحترفين يمكن قرر يورجن كلاب إن هو يعني إبقاء النجمة محمد صلاح على مقاعد قلبه دلاء يمكن عشان يديلوا يعني قصة من الراحة كمان قبل بقى يعني استقناف الدوري وكمان استقناف دوري أبطال أوروبا سواء أمام طبعا يعني بورتو وكمان برينفول شيء طبيعي هو طبعا محمد صلاح ظهر بشكل فني وبدني ممتاز جدا نحن بندعيله بالتوفيق وده لأن محمد صلاح يعني أصبح أنه هو وليفربول شيء واحد يعني لولا محمد صلاح في كتير من الخبراء حتى واللعبين مشهور منهم ميكا ريتشارد لسه كان بيتكلم عن أهمية محمد صلاح لليفربول وقال إن الاتنين اتخلقوا عشان بعد وماذا يفعل ليفربول بدون محمد صلاح فشيء طبيعي محمد صلاح عليه ضغط كبير جدا ومجهود كبير جدا أي مدير فني عنده خبرة كبيرة لازم هيتعامل مع محمد صلاح بشكل احترافي من خلال إمتى أحتاج له وإمتى أضغط عليه عشان ما يحصلش انهيار بدني وفني لي وده كان يتقال قبل كده حتى بنفس القصة قبل كريستال بلس الأخير اللي أقيمت في البرومانليج يوم السبت الماضي وفي نفس الوقت أشراكه ومحمد صلاح ظهر بشكل يعني فوق الممتاز وأحرز هدفه من خلاله حتى خلع الأميس اللعبه هو كان حتى يورين كلوب كان مطسوط رغم أنه ممكن طبعا بياخد انظار وكده ولكن بيقول أنا نفسي كنت هقلد محمد صلاح لأنه لعب رائع جدا جدا قدر أنه مع ليفربول بصراحة بحقق طبعا الهدف اللي أحرزه كان 99 مع ليفربول إن شاء الله يبقى القادم بإذن الله يحقق المائل مع ليفربول فشيء طبيعي محمد صلاح يعني يعتبر أيكونة فريق ليفربول لازم المحافظة عليه يازم المشاركة عشان ما حصلش نهير خاصة أنه هو هيبقى فيهم نممكن نشارك مع مصر في مبارات قادمة غير الدوري الإنجليزي فشيء طبيعي أنه هو هيتعامل معا كده حسب رؤيته ولو يحتاج شيء طبيعي أنه هو محمد هيبقى جاهز تحت أمر الفريق ونتمنى له كل التوفيق إن شاء الله ونشوفه بأفضل بإذن الله كل شكرا لحضرتك أستاذ حثام الغرووي طبعا بتنوارنا وتشرفنا دايما على شاشة قناة النادي الأهلي ده كان حوارنا وجولتنا الصحفية يعني النهاردة من داخل جريد الجمهورية بشكركم جدا الكلمة ليكم مرة أخرى يعني بنشكرك على هذه الفقرة المطولة أكيد يا ماري من شكرا لكي شكرا لزميلتنا عزيزة نورهاننا طمان إحنا بعد كده بقى نجيب أستاذ حسام معنا لأن الفقرة تولت قوي نجيب بقى إحنا نحلل معاهم نسعد بوجوده معنا أكيد ونتشرف